اشتركوا في القناة ومظر خمسة هاتفا لشركة كوندور على الإطلاق هكذا إن أردت شراء أي هاتف ذكي تعلم أي جهاز سيساعدك تعرف عليها رفقة أنائها من قناة زيارتك بداية من أول هاتف وهو هاتف يأتي من نسخة البي وهو محدث من نسخة السابقة بي ويت وهو كوندور بي ويت لايت والذي يأتي بمعالج رباعي نواة 1.45 جيجاهرت مع 3 جيجا بايت في الرام أو ذكرة الوصول العشوائي 16 جيجا بايت في المساحة التخزينية للهاتف وشاشة بمقاس 5.5 إنش بدقة HD IPS LCD سكرين مع كاميرا خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل وأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل مع نظام تشغيل أندرويد مارشميلو 6.0 بطارية ممتازة جدا وكل هذا بسعر 22900 دينار جزائري تاليا لدينا هاتف من الفئة المتوسطة لكن نوعا ما يستحق الاقتلاء وهو هاتف كوندور جيسيس برو بمعالج رباعي نواة بسعة 1.3 جيجاهرت مع 2 جيجا بايت في الرام أو ذكرة الوصول العشوائي 16 جيجا بايت في المساحة التخزينية الكاملة للجهاز فشاشة بمقاس 5 إنش بدقة IPS LCD سكرين كاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل وأمامية بدقة 5 ميجا بيكسل جيدا نوعا ما بالمقارنة مع سعره بطالية بسعر 3900 ميلي أمبار نظام تشغيل أندرويد مارشميلو 6.0 مع حساس البصمة من الخلف وكل هذا بسعر 18 ألف دينار جزائري في المرتبة الثالثة لدينا هاتف كوندور بيكات بليس والذي يأتي بشاشة بمقاس 4.5 إنش IPS LCD سكرين مع معالج رباعي النواة 1.1 جيجا بايت معرامة من قدرها 1 جيجا بايت و 8 جيجا بايت في المساحة التخزينية الكاملة للهاتف هذا الهاتف ينتمي لفئة الهواتف الضعيفة أو المنخفضات السعر كاميرا غرفية بدقة 5 ميجا بيكسل وأمامية تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل مع بطارية بسعة 1950 ميلي أمبار بنظام أندرويد مارشميلو 6.0 وكل هذا بسعر 13 ألف دينار جزائري تاليا أقدم لكم أكثر هاتف سألني عنه عدد كبير جدا لا يمكنك تخيل العدد الذي يتكلم على هذا الهاتف والذي أطلقت عليه شركة كوندور خبير السيلفي من ناحية المعالج نجد معالج ثماني نواد 1.3 جيجوهرت ومنقدرها 3 جيجا بايت و32 في المساحة التقزينية الكاملة للهاتف شاشة المنحنية الأطراف نوعا ما بمقاس 5.5 إنش وبدقة الفول ايش دي 1920x1800 بيكسل ومع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل تحتوي على عدد كبير جدا من الخصائص موجهة لعشاق تصوير السيلفي وخلفية بدقة 13 ميجا بيكسل يمكنك تعرف عليه أكثر من خلال المراجعة الشاملة له على قناتنا وكل هذا يأتي بسعر 27400 دينار جزائري في المرتبة الأخيرة اخترسوا لكم مصدقاء زيرتاك هاتفا لم تصدره الشركة في الأسواق ولكن يأتي بمواصفات قوية جدا هل تتذكرون حينما شاركتكم فيديو يتكلم حول معارضته شركة كوندور في معرض MWC هذا العام وهو هاتف كوندور اسي كونتانك بلوس والذي يأتي ضمن الهواتف القوية جدا مع بطارية بسعة 5020 ميلي أمبير شاشة بدقة الفول اتش دي وبمقاس 5.5 انش مع رامي 4 جيجا بايت ومعالج قوي جدا من شركة ميديا تيك هليو P10 ثماني نواد 64 جيجا بايت في المساعدة التخزينية كاملة يمكنك التعرف عليه أكثر ضمن فيديو أبرز المنتجات التي شاركت بها كوندور معرضي MWC بالحديث عن السعر فلم يحدد بعد من المنتظر عن تطلقه الشركة في الأيام القادمة إن شاء الله سؤال الحلقة يقول ما هو أفضل هاتف من شركة كوندور عجبك إلى الآن شاركنا رأيك أسفل التعليقات أفضل تعليق سأضعه في الحلقة القادمة إن شاء الله